الخبر اللي عادنا عنا محمى جواني واستهزاء بيسان اسماعيل وهل من الممكن ان يتزوجون او لا محمى جواني ازهز هذا المقطع على القناة الثاني وبهذا المقطع اللي كان فكرت انه اختار زوجت المستقبلية من اليوتيوبر وبهذا اليوتيوبر اخترت لبيسان اسماعيل وعصد بصير قول مستحيل اتزوجت رحضتكم للمقطع شوفوا محطة اخر شي اي سونا شو رأيه بي بي طونا بعضه على الزبير جعم ده دخل ام ام بتقصدق ليس ايوتيوبر ايوتيوبر اضطر ياي隙 ملعولنا اليوتيوبرات الجاميل اي مشا تجم이는 يوتيوبرات الجملات اي بيسان اسماعيل فاكتبوني الحبب اليوم وأشاركو المتعد محمى جواني على بيسان اسماعيل الخبر الثالي عادنا عن مفاجأة اليوتيوبر فالأول يوتيوبر عادنه ومملكة المشاهير وكشف الحقيقة وفضيحة نارين بيوتي وشي اصادمة عنها خبرة مشاهير نزل المقطع على القناة باليوتيوب هذا المقطع يشعب بكل الحقيقة عن نارين بيوتي الغريبة العجيبة راتكم ربط المقطع بالوصف أتمنى من كل يرحوا شوفوا المقطع وتنسى الممنشة شفتوها كتبنا بالكومنتات شاركوا بالحلقة أجبتكم أو لا أما اليوتيوبار الثاني اللي عادنا فهو جادو أفرابو مملكة القصص و جاد نزل المقطع على القناة باليوتيوب وبهذا المقطع حاجة نبيع لهواي من اليوتيوبر منهم نارين بيوتي ونورمار وهو من اليوتيوبر الباقي نتمنى من يكونوا يروحوا شوفوا المقطع حطوكم ربط بالوصف طب نحشة على زواجهم من هذه الكلام نحطوكم ربط مصعم الوصف اكتبوا لكم كومنتات اجبتكم اجي حلقات الخبر الثالث اللي عادنا عدتها هجوم متابعين نارين بيوتي على بيسان وأنس الشايب فبيسان ونستزعوا على ساب بيسان بالتيك توك هذا المقطع وبهذا المقطع نوعا ما كان غريب شوية عاكم نحطوكم المقطع شوفوه ففعليا كل كومنتات اللي جتين ونصطروا يتهجمون عليهم ويطوهم بلوكات ومن هذا الكلام اجبنا حبابي الكومنتات شوراك بذلك الخبر هل هم يستحقون هذا التهجم من ترضو له او لا الخبر الرابع اللي عادنا على المتابعين وكشفهم حققات اعمة حسن وزينب وخفوه ونسلم تقليد انس واصالة من الكومنتات اللي عادهم او ما نساء على السبب فصلاح تحسب رأي الشخصي انهم هو يصرقون افكار من انس واصالة فيمكن خفو هذه الكلمة عمود الناس ما يكشفوهم او من يترضون الهجوم اما بالنسبة لليلون ندخل العقل نزلوا 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 اشخاص ثانية ظهر فاكتبنا حباب الكومنتات شركة وهذه الحركة وغفوهم نسم تقليد انس واصالة من الكومنتات اللي عادهم الخبر الخامس اللي عادنا على الناريني بيوتيفي في الناريني بيوتين نزلت على حسابها بالانستجرام شوية استوريات وهذه الاستوريات صوت بيها من داخل الحمام ومثما شفين ان هي جارحة وجهها وده تقول ان هي عادها مقاولة لازم تطع اليوم وبرسوا كتيرا غلطت وجرحة نفسها فطلت طعم نهدم بعدها نزلت هذا الاستوريات والناس اللي يتطمئ انه تجرح لا تخافوا ان شاء الله رح يعلم على وجهي راتقم هذه الاستوريات اللي حابيني نشوفها كامل ولا تخافوا جدا المقطع من ريم بيوتوك في حقائق ومنسوك مقطع جاد وفرامحام بالوصف وباش يكون في زي مقطع من القصص ومع السلامة